ما هي التحديات التي واجهتها الشركات في العالم وما هي التغيرات التي طرأت على دور الـ HR خلال جائحة كورونا في العالم؟ كل هذه المواضيع ستطرح في قمة الـ HR التي ستعقد في البحرين برعاية الوزير عبد الحسين بن علي ميرزا والتي نظمتها شركة رشكوم منذ العام 2009 ومن ضمن المواكبة الإعلامية لتليفزيون لبنان كان لنا لقاء مع الوزير عبد الحسين بن علي ميرزا طارحاً قبرة بلاده في هذا المجال معليكم تدعمون قمة HRM والتي تنظمها رشكوم منذ العام 2009 ما الذي دفعكم للخوض في العمل لتطوير تنمية رأس المال البشري؟ من أهم عوامل نجاح المؤسسات سواء المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص هو العنصر البشري وأنا كنت في السابق مدير عام شؤون الإدارية في شركة نفط البحرين وهي من كبرى الشركات في مملكة البحرين ولي خبرة متواضعة في التعامل مع الموارد البشرية وكيفية تطوير الموارد البشرية في المؤسسة لأن الموارد البشرية هي التي تكون العنصر الأساسي في نجاح المؤسسة في أداء مهامها بكفاءة وبصورة جيدة وجودة عالية ما هي الرسالة التي ستشارك بها هذا العام مع المواطنين في الشرق الأوسط؟ هذا العام هو عام استثنائي بسبب جائحة كورونا فنمط التعامل وآليات التعامل مع الموارد البشرية يتطلب أن ننظر فيه مرة ثانية ونغير في طريقة التعامل مع الموارد البشرية في أي مؤسسة مثلاً بسبب جائحة كورونا والعمل عن بعد مثلاً في مملكة البحرين جهاز الخدمة المدنية أصدر تعميم أن الأشخاص الذين في الشركات أو في المؤسسات الحكومية 70% منهم يستطيعون العمل من المنزل إذا كان الوضع بالإشارة الحمراء و30% إذا كان باللون الأخضر اللي هو جاري الآن في مملكة البحرين لذلك لما الإنسان يشتغل من المنزل تقييم أداة يكون مختلف فمثلاً في السابق كان دور دوائر الموارد البشرية يعني الحرص على الدوام على أوقات الدوام أن الشخص يأتي في الصباح ويترك في الوقت المحدد وأن تقييمه يكون على أساس كم غاب وغيرها اليوم غير اليوم لازم يصير التقييم على أداء الشخص سواء كان في موقع العمل أو في من المنزل وهذا يعني حاصل في جميع الدول العالم وخاصة في الشرق الأوسط لذلك هناك تغيير كبير في كيفية التعامل مع الموارد البشرية في أي مؤسسة ما هي الرسالة التي توجهها للشباب في الشرق الأوسط؟ رسالة هي التعلم والتطوير الذاتي والمؤسسي وأن لا حدود للتعلم مهما يكون الإنسان تعلم هناك لا حدود للتعلم وتطوير الإنسان من ذاته وكذلك يعني لازم ناخذ في الاعتبار أن هناك تغييرات كثيرة حصلة في العالم عندنا هناك الرقمنة هناك الذكاء الاصطناعي وتوجه نحو المحافظة على البيئة فالشباب إذا يريدون يدخلون في أي مجال في المستقبل لازم يعرفون شين هي الاتجاهات العالمية وشين هي الطلب على الوظائف اللي تقدر يعني تواصل لأن بعض الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي والرقمنة يمكن أن تختفي في المستقبل وهذا يعني أنا اللي أقدر أضيفه أن الشباب لازم لا ييأسوا دائماً مهما كانت الظروف مثلاً لو سمحتي أنا عارف الوضع عندكم في لبنان وضع صعب من الحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك عندكم وضع كورونا بس أنا عارف الشعب اللبناني شعب مثقف مكافح مبدع وهو يقدر يتغلب على جميع الصعاب والشباب لهم دور كبير في تخط الصعاب فأردو أن يكون لهم مجال في التغلب على الصعاب اللي موجودة في بعض البلدان يعني كيف يمكن التغلب على الصعاب من خلال دور الـ HR في لبنان برأيك؟ دعونا نأخذ في ظروف جائحة كورونا أول شيء يعني المسؤولين عن دوائر الموارد البشرية لازم يخلقون الأجواء وبيئة العمل التي تحفز الناس على الأداء والإنجاز ويوفرون لهم وسائل التقنيات التي ستساعدهم في ذلك ويدربونهم بإسراع في تدريبهم على الاستفادة من وسائل التواصل الجماعي عن بعد مثل الزوم ومايكروسوفت تيم وغيرها لأنك في السابق كثيرين من الموظفين والأشخاص ما كانوا ملمين بطريقة التعامل مع هذه الوسائل اليوم أصبح ضروري لكل موظف إذا يريد يشتغل من المنزل أو عن بعد أن يكون ملم بتقنيات زوم ومايكروسوفت وغيرها الشيء الثاني أنه عليهم كسب ثقة الموظفين بأنهما سيكونوا منصفين لهم للموظفين سواء عملوا من المنزل أو من المكتب ويحاولوا يعني يطمنونهم أن جائحة كورونا هي جائحة مو محدودة في محل معين هي جائحة عالمية وجميع البلدان تواجه هذه الصعوبة وضع السياسات التي تراعي يعني كيفية تقييم الموظفين تقييم الموظفين يمكن في السابق كان على أساس مدى التزامهم بمواعيد الحضور والخروج من العمل وكذلك كيفية يعني انصياعهم للقوانين الشديدة التي كانت تعطى من قبل دواء البشرية ورؤساء الدواء البشرية هذا يجب أن يتغير الآن لأن الناس أصبحوا واعين ومثقفين ويريدون أن ينجزوا بدون ما يكون عليهم يعني تشديد في العقاب والمخالفات بينما يكون عندهم حوافز بدل ما يكونوا في أقوبات معاني الوزير عبد الحسين بن علي ميرزا نتمنى لكم كل التوفيق رئيس شركة رشكوم M.A. سرندهار دعا إلى المشاركة على أوسع نطاق أريد أن أعلم ما هي المشاركة من الحرم السميطة المشاركة من الحرم السميطة في المشاركة من الأفضل أولاً أبداً مفتعد من المشاركة من المشاركة من المشاركة من المشاركة حرم السميطة ستكون هناك من المشاركة أمناً من ألواناً من البلان الذين نحن بإمكانهم قد اتفعون من انتصارين والمعامرات والاحتفاظ التالي والمعامل إلى تجربة الماضيفة لهذا. النحن نشيك تنجيب على حيات التنسيين عليه السؤال وضعنا نحن رمضية تقديم الكثيرات من مقاومات ونحن نعم تنظر solche مقاومات الجيدة وتت sendoán مكتباب مدد فترة المتاركة لنحن نسيك على حيات المحتوى لأنه ليس من المتابع ستكون كذلك بالنسبة للحر النحن؟ absolutely now more than ever we've all been through uh a very very difficult times and we are still some of us are still going through these kind of uh very trying uh and difficult times at a time like this the hr plays a pivotal role and they are in the center stage if you will of the tumultuous changes that are happening within organizations right and playing a key role uh in doing what they have never experienced before is important uh so it is important for the hr to look at change that is happening the rapid changes that are happening try and learn from others how they are coping and to put in practice uh those kind of collaborative practices to make sure that the hr practice is elevated to a higher level and that being for purpose i believe attending the summit is very important not only to manage the current change but also to look at uh strategic planning in terms of looking at how to manage and hope that the upcoming changes in the coming years any uh any suggestions for the hr uh in public and private sectors in lebanon uh yes absolutely i mean if you know you more than anyone will know that uh we've all been through difficult times and uh lebanon per se uh my heart goes out to them uh has gone through tumultuous changes that uh in such a short period of time both man-made and natural disasters uh and i must tell you it's just fantastic and heartwarming to know that the people of lebanon have come through this with enormous resilience and that's not a quality many of us have uh i wouldn't be in a position to give advice but i would like to share a few thoughts uh with the i mean uh from an outsider's perspective lebanon has got every key ingredient that you can think of to make a great nation and if uh you know both in terms of banking the culture the language the the kind of stuff that lebanon exports is just amazing and uh going through this very short period of uh change that is happening albeit very painful uh it is great to know how the lebanese people have just come through this and i wish them uh well for the hr profession as well as such uh you know in public yes i mean in public and private sectors absolutely see the hr profession per se i mean there is a saying which says happy people make happy organizations happy organizations makes a happy community and uh who makes uh within the organization both in the private and the public sector who makes these kind of uh you know uh practices with emotional intelligence with uh empathy it is the hr that people turn to and people uh the h in the hr profession have a great opportunity right now to put those new practices in place and be in a position to bring people together to build however small organization that you have to build that to be ready for the future and one organization at a time makes the entire workforce at least the majority of the workforce in in lebanon more strong and resilient